يوم بعد آخر تتعرض عشرات الألاف من الأراضي والعقارات التابعة للدولة والأفراد في العراق لعمليات السيلاء غير شرعية عن طريق التلاعب والتزوير والاحتيال والتهديد المالكين بالعنف أو القتل حيث شهدت بغداد والمحافظة العراقية خلال العقدين الأخيرين عمليات تزوير والسيلاء واسعة لعقارات الدولة والمواطنين المغتربين شارك فيها موظفون تحت تهديد الميليشيات المسلحة هيئة النزاة من جهتها قرت بوجود أكثر من 31 ألف عقار تابع للدولة تم للسيلاء والتجاوز عليها في عموم المحافظات العراقية بالسثناء التابعة لكردوسان العراق كانت لنينوى الحصة الأكبر منها من جهتها قرت وزارة العدل الحالية بوجود عملية تزوير وتلاعب تسببت بنقل ملكية الكثير من العقارات بطرق غير مشروعة وفي خطوة وصفت بالدعائي علنت السلطات الأمنية وخلال الأعوام القليلة الماضية اعتقال عشارة المتهمين بالتزوير العقارات بينهم كبار المتنفذين من دون أن تكشف عن كيفية تمكنهم من السيلاء على العقارات الخاصة أو العامة أو الجهات التي تقف وراءهم في وقت يؤكد مختصون أن الجهات المتنفذة استغلت لسنوات طويلة ثغرات قانونية مكنتها من السيلاء على عقارات الدولة وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد ألغت عام 2021 أحدى النصوص القانونية التي استغلتها الأحزاب المتنفذة والميليشيات لابتلاع آلاف الأراضي والعقارات الحكومية وسط تغاضي الحكومات المتعاقبة عن عادة الأملاك إلى أصحابها وسحب أملاك الدولة من الجهات المسيطرة عليها وبحسب إحصاءات غير حكومية فأن قيمة العقارات التي جرى للسيلاء عليها بعد عام 2003 بلغت أكثر من 20 مليار دولار وذلك بتواطئ من سلطة الاحتلال الأمريكية والحكومات المتعاقبة وبحسب إحصاءات غير حكومية فأن قيمة العقارات التي جرى للسيلاء عليها بعد عام 2003 بلغت أكثر من 20 مليار دولار وذلك بتواطئ من سلطة الاحتلال الأمريكية والحكومات المتعاقبة فيما تؤكد تقارير صحفية أن عدد عقارات الدولة التي تشغلها الأحزاب والميليشيات المسلحة وبعض المتنفذين بحدود أكثر من 300 ألف عقار وسط مخاوف من تغيير ملكية هذه العقارات لصالح الجهات المسيطرة عليها